موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار الثانية عشر ونصف ليلا من قناة السعودية أهلا بكم والبداية بالعنوي المملكة ترحب باتفاق السويد بين وفديا الحكومة الشرعية وميليشي الحوثي وتؤكد التزامها بالحل السياسي في اليمن موفد الأمم المتحدة إلى اليمن يطالب بوضع نظام لمراقبة تطبيق اتفاق السويد موسيقى ورئيسة الوزراء البريطانية تقول إن مغادرة بلادها للاتحاد الأوروبي دون اتفاق لا تخدم مصالح الطرفين موسيقى مؤكدا بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضي وقال المصدر إن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات وأضاف أن على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناء أو بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنمى وأكد المصدر المسؤول أن تسلم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقها واختتم المصدر تصريحه مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وساهم الضغط العسكري للتحالف العربي بقيادة المملكة على الميليشي الحوثية والانتصارات الواسعة للقوات اليمنية في مختلف الجبهات في التوصل لتوقيع الأطراف اليمنية لاتفاق السويد امتصار سياسي كبير للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية تحقق في اتفاق السويد وذلك بتسليم ميناء الحديدة لرعاية الأمم المتحدة بعدما رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية هذا المقترح في وقت سابق قبل أن يعود مجددا للموافقة عليه في محادثات السويد في ظل الضغط العسكري من قوات التحالف والعمل الدبلوماسي واسع النطاق الذي تم في المحافل الدولية خلال الأيام الأخيرة الاتفاقات التي تم التوصل إليها تشمل مواني الحديدة الثلاثة إضافة إلى أنه سيؤسس لوقف اطلاق نار في المدينة وفتح ممر إنساني في محافظة التتاز وتسهيل نزع الألغام فيها انتزاع الحديدة من براثن الصراء العسكري يمثل صفعة على جبين الانقلابيين الذين كانوا يرفضون باستمرار الوجود الأممي في المدينة وموانيها ليستمر عدوانهم الغاشم على اليمنيين والعبث بمقدراتهم وحرياتهم وبعد اتفاق السويد دخلت الأزمة اليمنية منعطفا مختلفا سيرفع الكثير من المعاناة الإنسانية عن عاتق الشعب اليمني كما أنه سينهي الصراع الدائرة في اليمن شريطة التالي بكل النقاط التي جاءت في صلب المفاوضات وهو ما أكدت الشرعية في أنها لن تذهب إلى أي جولة أخرى من المشاورات قبل أن تلفذ الميليشيا الحوثية ما تم الاتفاق عليه بشأن الحديدة والتبادل الأسرى والمحتجزين وعلى صعيد متصل اعتبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين جريفث أن اتفاق السويد خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية لافتا إلى أن حضور جهات الأزمة سيساهم في التوصل للاتفاق ودعا الموفد الخاص للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعا على إنشاء نظام مراقبة في اليمن لمراقبة تطبيق الاتفاق بشأن مرفأ الحديدة وأوضح جريفث أن الجنرال النيوزلندي باتريكا مارت الذي سبق وأنقاد بعثات للأمم المتحدة وافق على ترأس آلية المراقبة هذه مضيفا أنه من المرتقب وصوله منتصف الأسبوع المقبل إلى المطقة وإنسانيا يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله الإغاثية للشعب اليمني الشقيق حيث وصلت اليوم إلى محافظة الجوف أربع عشرة شاحنة إغاثة مقدمة من المركز تشتمل على أربعة ألاف ومئتي سلة غذائية سيتم توزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة كما قام المركز بتوزيع 66 طن من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية لنازح محافظة الحديدة وفي آخر التطورات الميدانية باليمن استعاد الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديريتي باقم شمالي محافظة صعدة يأتي ذلك عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوث الإقلابية المدعومة من إيران أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة في صهوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للميليشيا في أحد آبار المنطقة وفي محافظة الضالع قتلى وأسر عشرة من الحوثيين في معارك مع الجيش اليمني بجبهة دمت شمالي المحافظة توصي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات يوم غد السبت في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات وجددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين في فرنسا التواصل معها في الحالات الطارئة سجلت الإحصاءات التراكمية في مؤشر العمرة حتى تاريخ السادس من ربيع الثاني لهذا العام وصول عدد تأشيرات العمرة الصادرة إلى أكثر من 2 مليون تأشير وجاء مجموع القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألفا وتسعة وثلاثون معتمرا وذلك بحسب مؤشر العمرة الإسبوعية الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي والذي يدخل شهره الرابع ويقيس أربعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة تحتفي مملكة البحرين الشقيقة بعد غد الأحد التاسع من شهر ربيع الثاني الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر بالذكرى السابعة والأربعين ليومها الوطني يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه البحرين نهضة شاملة في جميع المجالات واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير أنشطة الاقتصادية والتجارية فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزا متقدما في العديد من المجالات الاقتصادية أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم أن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة أوشكت على الانتهاء يأتي ذلك بعد تعثر توزيع الحقائب الوزارية في لبنان لنحو سبعة أشهر نتابع قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه يأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بحلول النهاية العام وذلك بعد سبعة أشهر من المشاحنات والخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية وقال الحريري الذي كان يتحدث في تشاتم هاوس في لندن إن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة أوشكت على الانتهاء الوضع المثلي هو تشكيل حكومة واعتقد أننا في المائة متر الأخيرة ويحدون الأمل أن نتمكن من تشكيلها قبل نهاية العام لبنان الذي يعاني اقتصاده المثقل بالديون من الركود في أمس الحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة لوضع ماليته العامة على مصار أكثر استدامة والحصول على تعهدات بمساعدات خارجية وبعد سبعة أشهر من الانتخابات العامة التي أجريت في مايو أيار ما زالت الخلافات قائمة بين القادة اللبنانيين بشأن كيفية توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية المتنافسة وفقا للنظام الطائفي للبلاد وفيما استبعد الحريد التخلي عن أحد مقاعده في الحكومة قال الرئيس ميشيل عون هذا الأسبوع إنه يبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد يجدد ما ورد في مواد القرار 2165 بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين وتحديدا عبر الحدود ويسمح القرار الذي وافق عليه 13 عضوا باستخدام أربعة معابر للدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر أقصر الطرق ويجدد عمل آلية وصول المساعدات لمدة 12 شهرا عبر معبر باب الهوى وباب السلام في تركيا والرمثة في الأردن واليعربية من العراق وفي آخر التطورات الميدانية السورية فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سوريا الديمقراطية استعادت بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك مع تنظيم داعش الإرهابي في هذه الأثناء وصلت قوات نظام الأسد قصفها لأماكن في ريف إدلب الجنوبي الشرقي على مناطق في بلدتي التح وجرجناز وقرية أم جلال ضمن المنطقة المنزوعة السلاحي في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية الروسية يأتي هذا فيما استهدفت قوات النظام أماكن في ريف حما الشمالي الغربي قالت رئيسة الوزراء البريطانية ريزا مي إن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي دون اتفاق لا تخدم مصالح الطرفين وأشارت مي في تصريح صحفي من بروكسل بخصوص مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنها اتفقت مع القادة الأوروبيين على العمل المشترك من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية في أسرع وقت وذلك من أجل تجنب تفعيل بند الخطة الاحتياطية الذي يلاقي رفضا كبيرا من قبل البرلمان البريطاني وأكدت تيريزا مي أن الاتحاد الأوروبي أبدأ تفهمه لقلق لندن من بعض بنود الاتفاق وجدد التزامه بمواصلة التشاور حول أفضل الطرق من أجل التوصل إلى حل للقضايا محل الخلاف ناشدت الحكومة الفرنسية حركة السترات الصفراء بعدم التظاهر غدا السبت وذلك في عقاب هجوم إسادف سوقا في مدينة ستراسبورغ وطالب الناطق باسم الحكومة الفرنسية المحتجين بضرورة توقف الاحتجاجات للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد لافتا أن الحكومة استمعت إلى مطالب الحركة وأوضح إلى أن التعبئة الكبيرة لقوات الشرطة في الأسابيع الأخيرة ساهم في وقوع حوادث أمنية بمدينة ستراسبورغ من جهتها قامت شرطة باريس بإجراءات أمنية شبيهة بما قامت به الأسبوع الماضي يأتي ذلك في وقت تتوصل فيه دعوات محتجين للحشد والتظاهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة أصدر الرئيس الفنزويليو نيكولاس مادورو أمرا بوضع قوات البلاد المسلحة في حالة التأهب القصوى وقال مادورو اليوم إنه أصدر أمرا لكل القوات العسكرية بأن تحافظ على المستوى الأقصى للمرابطة والاستعداد للتغلب على المؤامرات وحفظ السلام وكان مادورو قد اتهم في وقت سابق أو اتهم في وقت سابق الأوليات المتحدة بالتخطيط للإطاحة به مشيرا إلى أنها تضع خطة تهدف إلى إثارة العنف وتنظيم انقلاب لتعيين حكومة انتقالية في البلاد بدعم من كولومبيا بحسب قوله ختام النشر تذكير بالعنوي المملكة ترحب باتفاق السويد بين وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وتؤكد التزامها بالحل السياسي في اليمن موفد الأمم المتحدة إلى اليمن يطالب بوضع نظام لمراقبة تطبيق اتفاق السويد ورئيسة الوزراء البريطانية تقول إن مغادرة بلادها للاتحاد الأوروبي دون اتفاق لا تخدم مصالح الطرفين شكرا لكم مشاهدين الكرام وفي أمان الله موسيقى 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 موسيقى